الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين ما بعد قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذنب السؤال من غير ضرورة قالوا عن أبي برد عن أبي موسى الأشعر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أذفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق قال أبو برده فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه متفق عليه وهذا الحديث فيه فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ووقوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في الله عز وجل حق الجهاد فهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإن لاقوا ما لاقوا في هذه الغزوات من المشقة والتعب حتى أنهم كما حكى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في هذه الغزوة وهي غزوة ذات الرقاع أنهم رضي الله عنهم وارضاهم صابهم من ألفاقة وصابهم من الجوع الشديد وصابهم ما ذكروا في هذا الحديث قال ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه أي أنهم كانوا لا يملكون المراكب التي يركبونها فكان الستة الأنفار والسبعة يعتقبون على بعير واحد يعني يركب واحد ثم ينزل ويكهب الذي بعده وهكذا وقد كانوا حفاتا ليس عليهم نعال حتى أن أقدامهم تنقبت كما قال رضي الله عنه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمه وسقطت أظفار لحرارة الأرض التي يمشون عليها ومع ذلك صبروا حتى ظفروا وسميت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم لأن الصحابة رضي الله عنهم لفوا على أرجلهم من الخرق فسميت بهذا الاسم وهي غزوة وقعت في السنة الرابعة على الصحيح من أقواله العلم فلما حدث بهذا أبو موسى الأشعر رضي الله عنه وارضاه وذكر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو معهم في هذه الغزوة كره أنه حدث بهذا الحديث لأنه خشي أن يكون هذا من باب المرآة أو أن يدخل على قلبه شيء من هذا الأمر فقال رضي الله عنه وارضاه ما كنت أصنع بأن أذكره وأن أذكر هذا الأمر وهو رضي الله عنه ما ذكر ذلك ريان ولا سمعة ولكنه خاف عندما ذكر هذا العمل أن يدخل عليه الريان وهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على كتم الأعمال لأن الأعمال إذا أظهرت فإن الشيطان يدخل على صاحبها مداخل كثيرة حتى يغير نيته فيفسد عليه عمله فالأصل في الأعمال أن يخفيها المر الأصل في الأعمال أن يخفيها المر إلا ما اقتضت الحاجة والمصلحة أن يظهر هذه الأعمال ليقتدى به أو أن تظهر الشعائر ونحو هذه المصالح التي من أجلها يظهر العبد هذه الأعمال الصالحة ومن عرف ما قاله أبو موسى الأشعري وما عليه الناس اليوم من التظاهر بالأعمال الصالحة حتى الأعمال الخاصة كقيام الليل وكالصيام وكالعمرة ونحو هذه الأعمال التي يظهرونها الآن في وسائل التواصل عرف الخطورة التي عليها الناس اليوم خطورة عظيمة يصوم وينشر ذلك في وسائل التواصل يصلي الليل وينشر ذلك في وسائل التواصل يذهب إلى مكة ويصور في وسائل التواصل ماذا بقي لله؟ أين الأعمال الخفية؟ أين الخبيئة التي بينك وبين الله؟ الأعمال الأصل فيها الخفاء إن لما اقتضت المصلحة فعلى الإنسان أن يحذر على نيته وتقلب قلبه فإن القلوب بينه سبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه فهذا أبو موسى وهو رضي الله عنه وارضاه من أكابر الصحابة يقول ما كنت أصنع بأن أذكرها يذكر هذا العمل الذي عملناه مع أنه ما ذكره رياء ولا سمعا رضي الله عنه قال أبو بردى كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه يعني أظهره ثم قال رحمه الله تعالى وعم بن تغلب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين ترك يعني ترك إعطائهم فبلغه أن الذين ترك عتبوا يعني عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم شرهوا عليه لماذا لم يعطيهم صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم أثنى عليه عقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر متغلب قال عمر متغلب رضي الله عنه فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه البخاري قال النووي رحمه الله الهلع هو شد جزع وقيل الضجر هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فكأن الذين ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعطاءهم عتبوا على رسول الله لماذا لم يعطيهم من هذا المال معنى لهم حق فيه فلما سمع النبي هذه المقالة قام خطيبا وحمد الله وأثنى عليه وقال هذه المقولة العظيمة أما بعد فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل يعني أعطي رجالا وأترك رجالا لا أعطيهم ليس لفضيلة هؤلاء الذين أعطاهم أو نقيصة عند الذين لم يعطهم ولكنه بين السبب رضي الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الذي أدع أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع فالنبي يعطي هؤلاء من أجل أن يثبت إيمانهم ومن أن يثبت قلوبهم على الإسلام وأن يتألفهم على الإسلام حتى يثبتوا عليه ويدع هؤلاء مع أنهم أحب إليه لما يعلم صلى الله عليه وسلم ما هم عليه من الإيمان ومن الخير فوكلهم إلى ما ثبتهم الله سبحانه وتعالى عليه من الإيمان في قلوبهم فقال صلى الله عليه وسلم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير الغنى ليس المراد به غنى المال وإنما غنى النفس وهو القناعة والخير الذي يؤمنون به الخير الذي يؤمنون به ووقر في قلوبهم فهذا أعظم من أموال الدنيا كلها ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم عمر متغلب فقال ومنهم عمر متغلب وهو راوي الحديث وهذه تزكية وفضيلة لهذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه من أجل إيمانه وأنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين يعطيهم فقال عمر متغلب رضي الله عنه فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم يعني أن هذه الكلمة التي فاز بها من النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من حمر النعم وهي الإبل التي كانت معظمة عند العرب لأن هذه تزكية عظيمة وهي خير من الدنيا كلها فلذلك فرح بها فارحا عظيما رضي الله عنه وأرضاه قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من يد السفلة وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف عفه الله ومن يستغن يغنه الله متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر ولفظ مسلم أخصر هذا الحديث مر علينا في الدرس السابق أن حكيم بن حزام رضي الله عنه طلب النبي فأعطاه ثم طلبه فأعطاه ثم طلبه فأعطاه ثم قال له يا حكيم إن هذا المال حلو خضر إن هذا المال حلو خضر ثم أوصاه وصية فما أتاك من هذا المال بالاستشراف نفس لا يبارك لك فيه وما أتاك منهم بغير استشراف بورك لك فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الذي يأخذ هذا المال كالذي يأكل ولا يشبع فحكيم بن حزام رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يأخذ مالا من أحد ولا يسأل أحدا مالا حتى أن الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يعطونهم من بيت المال ومن الغنائم ولا يأخذ شيئا حتى أن عمر رضي الله عنه أشهد الناس عليه قال إني أعطي حكيما ولا يأخذ من أجل براء الذمة ولكنه بقي على عهده رضي الله عنه حتى مات على هذا العهد الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا أي المنفقة خير من اليد السفلى وهي السائلة قال وابدأ بمن تعول وهذه قاعدة مرت علينا كثيرا في حديث الرسول ابدأ بمن تعول يعني في النفقة عليك بالنفقة الواجبة أولا ثم المستحبة فليصح أن المرن يضيع عياله ومن يعولهم ويذهب ويتصدق أعظم الصدقة وأعظم النفقة على أهلك وعلى من تعول فإذا فضل شيء مما دفعته إلى من تعول تصدق به ولبس بذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الصدقة عن ظهر غناء خير الصدقة عن ظهر غناء والمراد بظهر غناء أن الإنسان إذا أنفق على أهله ثم فضل مالا ثم فضل مال فإن هو يتصدق به وقيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وخير الصدقة عن ظهر غناء أي أن الصدقة التي تدفعها لا تؤثر على مالك بحيث يبقى عندك مال تصرفه على أهلك والحديث يحتمل هذين المعنيين قال ومن يستعفف يعني عموال الناس يستعفف عن الحرام يعفه الله الجزاء من جنس العمل ومن يستعفف يعني عموال الناس لا يأخذها ولا يسألها ويستعفف عن الحرام فلا يقع فيه يعفه الله وجزائهم من جنس العمل قال ومن يستغني يعني يستغني بالله ويظهر الغنى مع أنه محتاج يغنه الله سبحانه وتعالى ولكن ليس معنى هذا أنه يستغن بالله ولا يعمل ولا يذهب لأتكسب هذا تواكن لا يستغن بالله ويعمل حتى يصرف على أهله ويصرف على من يعول هذا والله أعلم صلى الله وسلم عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين